من الذي تضرر في الداخل العراقي من ضرب قاعدة عين الأسد؟ لم يتضرر للجانب الأمريكي ولم تتضرر أي طرف سوى الجانب العراقي لكون هذه القاعدة تعتبر ثاني أكبر قاعدة أمريكية وكذلك هي قاعدة مشتركة بها قوات أمنية عراقية بها من الجنود العراقيين وبها من الأمريكان فحسب ما نقل من المعلومات بأن الإصابات التي حدثت هو من الجنود العراقيين فتعتبر المتضرر الأول بهذه المسألة إن عدنا متضرر من الجانب السيادة فهو العراق إن عدنا متضرر من الجانب البشري فهو العراق إن عدنا متضرر من كل الأطراف فهو العراق الجانب الأمريكي لم يتضرر بهذه المسألة فقط الجانب العراقي الذي قد تضرر صاحب النسبة العليا بالضربة التي حدثت من قبل الجانب الإيراني هذا من جانب الجانب الآخر سيد العزيز اليوم نوى بأن إيران تتعامل بأسلوب أو بسياسة مختلفة بأنه تريد نوعا ما أن تحفظ ماء وجهها أمام الشعب الإيراني لكي بأن تقول بأنه تم الرد خلال ساعات بعد دفن الجنرال قاسم سليماني تم هناك رد أو تم نوعا ما بأنه رد فعل وإلى آخر ولكن لماذا هذه المعلومات التي بأن من خلالها تم اطلاق الصواريخ لم تنتبه بأن هذه القاعدة ليس قاعدة مستقلة إلى الجانب الأمريكي فقط هناك قوات عراقية الآن ماذا سوف يكون موقف الجانب الإيراني عندما تم الإصابات من الجانب العراقي من الجنود العراقيين ماذا سوف يكون المبرر هنا أو ماذا سوف يكون خطابات الحكومة العراقية تجاه الجانب الإيراني بالإصابات العراقية التي حدثت نعم ولكن سيد باسل الكاظمي السؤال هنا لماذا اخترت إيران قاعدة عين الأسد تحديدا دون غيرها من القواعد الأمريكية لكون هناك بعض المعلومات التي نقلت بأن هذه القاعدة سوف تعزز الجانب الأمريكي بها الكثير من الجنود ومحتمل بأنه قاعدة انزال من الطائرات وإلى آخره هذا من جانب الجانب الآخر لنعدنا إلى الجانب الأمريكي الجانب الأمريكي يعترف يقول نحن لدينا تقارير ونتابع هذه المسألة منذ ساعات بأن القوات الإيرانية والجانب الإيراني سوف يقصف قاعدة عين الأسد وسوف يقصف هناك موقع في أقليم كردستان فرأت جانب الإيراني بأن هذه القاعدة لديها أهمية ولديها استراتيجية خاصة عند الجانب الأمريكي فأراد أن يبدأ بهذه المسألة ولكن هناك قواعد كثيرة وحاول بأنه أن يأخذ هذه القاعدة يقصفها حتى يكون هناك ضربة قوية إلى الجانب الأمريكي وإلى آخره ولكن المتضرر الذي بالنتيجة النهائية والحصيل النهائي هو الجانب العراقي لكون قاعدة مشتركة